جولتنا الاقتصادية نستهلها بشأن محلية حيث نشر البنك المركزي اليمني في عدن أسماء نحو 300 شركة ومنشاة صرافة مرخصة كما أصدر تحذيرا شديدا لهجة ضد غير المرخصة والتعامل معها وفق النقار من تظيم عمل الصرافة وقرارات البنك وبعد انتهاء المهلة المحددة لتجديد رخيص الصرافة للعام 2022 كما حذر البنك من التعامل مع أي كيانات أو أشخاص غير مرخص لهم من قبل البنك المركزي ويشدد على وجوب التقايد بالأنشطة المحددة في القانون وينبه الجمهور لعدم جواز الاحتفاظ بأي نوع من الحسابات أو الوداء لدى شركة ومنشئات الصرافة يأتي هذا في وقت يشد فيه الريال اليمنية تحسنا بعد إعلان الهدنة التي أعلنت الأمم المتحدة بين أطراف الصراع عصفت الحالة المعيشية الصعبة المتزامنة مع غلاء أسعار المواد الغذائية الأساسية والمهمة في عموم اليمن وانهيار العملة وردرة فرص الوظائي بسبب الحرب والاقتصاد المتهالك بمئات الآلاف من الأسر الفقيرة وذوي الدخل المحدود وحتى ميسورة الحالة ويعجز المواطنون عن شراء الغذاء حيث قامت الأسر بحث وجبات من موائدهم والاكتفاء برغيف الخبز والروتي والشاي أو طبق الأرز مع مرق الخضار إن توفر بالتزامن مع ارتفاع أسعار الحليب ومشتقاته مثل الزبادي والحقين وضالب المواطنون من الجهة الحكومة والتجار إلى تخفيذ الأسعار كي يتمكنوا من إشباع جوعهم وأسرهم وإكمال صومهم استقبل أبناء عدن شهر رمضان مبارك بطوابير طويلة أمام حطة الغاز المنزلي وازدحام شديد أمام أفران بيع الخبز وارتفاع جنوني في الأسعار فاقم معاناتهم منذ أكثر من شهرين وذكرت مصادر محلية أن سعر أسطوانة 20 لترم برق 15 ألف ريال في ارتفاع تجاوز 100% منذ مطلع العام الجارية وشهدت أفران بيع الخبز والروتي زحما كبيرا حيث ارتفع سعر قرص الروتي إلى 75 ريال مضالبين الحكومة بتحمل مسؤولياتها تجاه المواطنين وأخيرا كشفت زيارة وزير خارج روسيا للصين والهند عن توجه للبلدان ثلاثة إلى تضوير آلات تبادل بالعملات الوطنية وهو ما يسمح بتجاوز قيود الدولار الأمريكية واجدد دولافرو في تهم الغرب استخدام أي قضايا دولية مهمة بالأزمة في أوكرانيا وهو ما ظهر خلال قمة الأوروبية الصينية التي جرت في جو متوتر حيث حملت تحذيرات بكين من أي دعم قد تقدمه لموسكو